بالضبط لأن أوسكار وايلد قال أن الدعاية السيئة هي غياب الدعاية بمعنى أن حتى الدعاية السيئة بيعتبرها إيجابية بالنسبة له فالهجوم على الكراون سيشجع ناس تانية أنها تعمل تسليف ده الفيلم الذي تعمل الآلة باسمه الانجما ماشين اللي هي الآلة الحسبة بالشفرة اللي هي البريطانيين تمكاماً أثور عليها وفاك الشفرة الألمانية لما تعمل فيلم هوليوود عمل اللي عملوها أمريكان بمساقهم البريطانيين وده طبعاً لما الناس هجموا ده في الناس راح تشوفوا الفيلم إيه هو فالهجوم حيحفظهم أكتر العمل ده المشكلة الأساسية وهنا زي أنت تطلبت من السيد رجاء أنه يوجد نصيحة للناس المشكلة أن الفنان لما بيعمل خلاص ما بفيش عليه أي ضوابط ولا قيوده ومش هلتزم بأي حاجة والمنتج التجاري بسرعة يبحث عن مزيد من الخلاف